ازاي نبعط طبيق او لعبة من تليفون لتليفون تاني بطريقة بسيطة جدا ده موضوع فيديو النهاردة فتابع الفيديو ده لنا اهلا ونسلام بكل متابعين ومتابعين قناة رينجوتيوب زي ما قلنا في البداية في الفيديو ده نتعرف ازاي تبعت اي لعبة او برنامج من تليفون لتليفون تاني بطريقة بسيطة جدا طبعا قبل ما ادخل في الشرح الطريقة دي في بعض الالعاب الكبيرة زي بابجي مثلا او كلام من ده طريقة معينة في البعث اللي انت تبعتها من جهاز دي التاني فهنتكلم عنها في فيديو تاني اما انا باتكلم على اللغة البرامج العادية او الالعاب العادية فعشان ما ضيقاش وقتكو فخلونا ندخل على طول في الشرح ونشوف الطريقة عشان ابعد طبيق او لعبة من جهاز لجهاز فانا بروح للبلي ستور وبعد كده بكتب في البحث اب اكستركتر بيطلع للخيار ده فبعمل له انستول او تثبيت وبعد كده بعمل له اوبن طبعا انا بنزله قبل كده فعمل اوبن على طول بيطلع له كل البرامج تقريبا اللي موجودة على الموبايل فانا بختار البرنامج اللي انا عاوز ابعته افتراضنا مثلا اللي انا عاوز ابعت اللي هو برنامج 365 سكور ده فانا بدوس على الثلاث نقاب بيطلع للخيارين دول بس بدوس شير بيقوم جايب لي الجميع الخيارات اللي انا ابعت بيها البرنامج تمام مثلا جايب لي اللي انا ابعته على الماسنجر ابعته بلوتوس اللي انا ابعته واي فاي دايريكت واتساب بيزنس مثلا اي حاجة انت عاوز ابعتها بتدوس عليها مثلا انا اختار مثلا بلوتوس بعد كده بيعمل سيرش عادي بيختار لك الاجهزة وتدوس وبعد كده الجهاز التاني بيستقبل الطبيق عادي وكمان تقدر اللي انت تحفز نسخة من السورس بتاع البرنامج على الجهاز عن طريق اللي انت تدوس على الثلاث نقط وبعد كده شير برضو تمام وتختار مثلا كوبي تو اللي هو فايل دا تمام اللي هي علامة الفايل مانجر وبعد كده تعمل بيست هنا تمام لكن ممكن انت ما تلاقيش عندك الخيار دا في بعض الاجهزة بس في العموم في الغالب هتلاقيه موجود على معظم الاجهزة بتعمله بقى بيست في المكان اللي انت عاوزه واتلاقي السورس بتاعه كمان بقى محفوظة عندك لو انت عاوز تحتفز بيه وبالطريقة دي نكون ادلنا اللي احنا نبعت اي لعبة او طبيق بطريقة صاهلة جدا استنونا بقى في الفيديوهات الجاية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته